تؤمن الجزائر بالتعددية ينتهك بذريعة حرية الرأي والتعبير احتراما لمعتقدات الشعوب لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطقة التخريب أو الدعوات إلى التمرد أو حتى الانفصال أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحاول على العملية الانتخابية بغية الوصول إلى السلطة خارج القانوات الدستورية كما لا يمكن أيضا ترسيخ الديمقراطية إلا في إطار الشفافية اللازمة لا سيما فيما يتعلق بمصادر تمويل الفاعلين السياسيين أو الجمعيات وإعمال واجب المسائلة وفق القواعد والإجراءات التي يحددها القانون لا يوجد في الجزائر ما يسمى بجرمة الرأي والصحافة ولا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة للمنتهمين أو للمهنيين الإعلاميين في إطار ممارسة وظائفهم وترتبط الحالات النادرة التي تم الإفراط في استغلالها عمدا من قبل شبكات التواصل الاجتماعي لأفراد تمت مقاضاتهم بناء على واقع القانون العام ولا علاقة لهم بحرية التعبير ولا يتمتعون بوضع صحفي أو لديهم اعتماد وطني لصالح مؤسسة صحفية أجنبية في هذا الصدد ود أن أشير إلى سياغة الحكومة الجزائرية لمشروع قانون أساسي تعلق بالإعلام سيقدم قريبا إلى البرلمان وسيحدد هذا النص الجديد شروط ممارسة هذه المهنة النبيلة والحقوق والالتزامات وضمانة القانون المترتب عليها